السلام عليكم في حلقة اليوم سناقش الحلقة الثانية من الموسم الرابع لأتاكن تايتن بالمناسبة عشان مراجعات ومناقشات أتاكن تايتن الموسم الأخير تكون مميزة عمل تعاون جميل مع شيرتي ديزاين عملنا تصميم على تيشيرتات يدمج بين لوجو القناة وبين الشعار الخاص بالفرقة الاستطلاعية أنا لابس التيشيرت بالمناسبة لكن لو عجبك التصميم وحابب تطلب هذا التيشيرت أيضا ستجد رابط لمتجر شيرتي ديزاين في خانة الوصف تحت من البداية دعني أبدأ وأقول أن الحلقة الثانية من الموسم الرابع كانت عبارة عن منجم للمعلومات تقريبا ما في أي مشهد مر في هذه الحلقة من غير ما يجب لنا معلومة جديدة أو يكشف لنا السر جديد ومش شرط الأسرار تكون بقوة أسرار العمال لكن أسرار في الشخصيات زي ما قلت في مناقشة الحلقة الأولى الواضح الآن تم التركيز على الجانب المختلف من القصة على الجانب الآخر من الإلديينز اللي عايشين مع المارلي وهي محاولة لجعل المشاهد يهتم بالإلديينز أيضا اللي موجودين مع المارلي نهتم بإيرين وأصدقائه لكن برضو مهتمين في هذا الجانب متفهمين هذا الجانب فخلونا نبدأ بالشخصيات زي ما عملنا المرة اللي فاتت أولا نبدأ بشخصية زيك واللي عرفنا الآن أنه يسمى عند المارلي بالولد الأعجوبة ونشوف كمان أنه زيك على رغم أنه إلديين وعلى رغم أنه الإلديين يتم معاملتهم بإحتقار حتى داخل الجيش لكن زيك هو صاحب أعلى مرتبة بين الإلديينز اللي موجودين في جيش المارلي الدليل أنه هو الوحيد اللي كان جالس مع جنرالات المارلي بالكامل ويناقشهم ويبدي رأيه كمان ونعرف أنه زيك باقي له أقل من سنة ويكمل 13 سنة على حصوله على العملاق بما يعني باقي له أقل من سنة لحصوله على لعنة يومي وزيك ولي أول مرة كلنا كنا فهمين وكلنا فهمنا أكثر وأكثر مع مروره حلقات لكن هذه أول مرة تقال علنا أنه هو ولد جرشا يقول عن أبوه يتكلم عن أبوه ومو بس كده يقول عنه إرهابي والمقصود هنا والمطلوب من المشاهد نوعا ما أنه خلينا نفهم زيك كيف أنه هو عايش وعنده وصمة العار اللي بيحاول دايما أنه يتملص منها مهما كان الثمن شفنا لأول مرة الجد والجدة اللي أخده زيك وهو صغير وراحوا الجيش المارلي وفضحوا ولدهم وكانوا السبب أنه الولد يتمسك وأنه جرشا يتمسك هو مرته دينا بخصوص دينا واللي هي أم زيك واللي كانت تزوجة من جرشا ما حد يعرف للآن أنه عندها دم الملكية وأنها جزء من العائلة الملكية وهذا الشيء كمان بيوضح لنا كيف أنه الكل شايف العملاقة القرد أنه هو واحد من أقوى العمالقة اللي موجودين ويقارنوه حتى بالعملاقة المؤسس لدرجة أنه كولت كان بيتكلم مع زيك وبيسأله كيف عندك هذه القدرة المهولة في هذا العملاق كأنه عندك الدم الملكي والجديد بالذكر ما حد يعرف للآن أنه دينا كان عندها العرق الملكي أنه دينا فيها الدم الملكي وبالتالي زيك عنده الدم الملكي جرشا في آخر لحظة في حقيقة العمالقة كان حينطق وهم بيعدموها وبيحولوها العملاق لكن البومة سكتوا قتى إيرن نهاية الموسم الثالث كان حينطق ويقول للقادة لكنه سكت في آخر لحظة فالآن ما حد يعرف بحقيقة زيك وأنه عنده الدم الملكي غير إيرن غير أخو ونتعرف كمان لأول مرة على شخصية اسمها غاليارد يمكن جاء الوقت اللي اعتذر على معلومة خاطئة قلت الحلقة السابقة غاليارد هو العملاق الفك وليس كولت فنبدأ نتعرف الآن على غاليارد ونعرف أنه أخ شخص اسمه مارسيل وواضح أنه مارسيل هذا عنده وعنده تاريخ كبير مع راينر لكن عشان نفهم أصلا كل اللي صاير بين راينر وبين مارسيل وبين غاليارد لازم نروح ليومير لازم نروح لأول شخص شفنا عنده قدرة العملاق الفك لو نفتكر الموسم الثاني يومير أصلا كانت إلديانز عادية عايشة زي باقي الإلديانز وكانت فقيرة جدا وهي صغيرة ياخدوها مجموعة من الناس ويروحوا ويقولوا للشعب اللي موجودين في هذه المنطقة تحت الأرض أنه هذه البنت الصغيرة تحمل الدم الملكي نشوف أن السنين تمر وكل الناس اللي موجودين في هذه المنطقة يبجلوها إلين في يوم من الأيام ما المارلي يكتشفوا أمرهم والمارلي طبعا يبغي يبيدوا أي أحد بالعرق الملكي وبدل ما تقول لا أنا ما عندي العرق الملكي وترميها عليهم تمشي معاهم بالكلام وزي ما شفنا أنه راحوا يعدموها حطوها في نفس المنطقة اللي شفناها في حقيقة العمالقة وحولوها لعملاق لكن لما نحولوها لعملاق في هذه النقطة تحولت للعملاق الغبي وراحت تأثوا في الأرض فسادا في جزيرة الفردوس لين في يوم من الأيام تقابل أربع أشخاص تأكل واحد منهم وبعدها نشوف أن يومير ترجع وتصير إنسانة طبيعية وعندها القدرة للتحول لعملاق لكن لو نرجع بالزمن ونشوف في هذا المشهد لما يومير تأكل هذا الشخص كان موجود مع ثلاثة أشخاص آخرين كان موجود مع راينر وبورتلوت والعملاقة الأنثى أو اللي اسمها آني فهذا الشخص الرابع اللي أتاكل أتاكل هو بيمقد راينر هو أخه غاليارد هو العملاقة الفق الأساسي أصلا ونعرف كمان من غاليارد معلومة مهمة إحنا عرفنا قبل كده من هستوريا ومن ذكريات هستوريا إنه يومير ماتت شفناها متعلقة بنفس الطريقة اللي إيرين كان متعلق فيها وهي عملية نقل أو قتل الشخصية لأخذ العملاق منه لكن نعرف أكثر من غاليارد في هذه الحلقة إن هي قدمت نفسها طواعية ما إنهم مسكوها وإنهم قدروا فيها أبدا هي قدمت نفسها طواعية ورجعت العملاق مرة أخرى واللي حصل عليه الآن هو غاليارد وبالتالي الآن غاليارد هو العملاق الفق وحصل أيضا على كل ذكريات يومير ونتعرف كمان على شخصية جديدة أيام ما شفناها وكان شكلها بالعملاق العربة اللي يسمى بالعملاق العربة لكن الآن نشوف إنه هو شخصية أنت اسمها بيك ونعرف هذه المعلومة لما تتكلم بيك مع باقي الأشخاص ويقول لهم إنه لها شهرين ما رجعت لهيئتها البشرية عشان كده ما تقدر تمشي ببساطة تمشي كأنها مريضة تمشي بمساعدة عكاس ونشوفها كمان في أي فرصة ممكن تنسدح سواء على السرير أو حتى لو جالسة معاهم على الكنب دائما تجلس في نفس الهيئة هيئة أكاعملاق لكن لو في شخصية أتعمقنا فيها أكثر وعرفنا عنها أكثر فهي شخصية راينر راينر في الحلقتين من الموسم الرابع للآن أصبح واحد من أكثر الشخصيات المفضلة عندي لأتاكم تايتن لأنه شخصية معقدة جدا وبيمر بصراع نفسي جميل أولا نكتشف إنه قابي هي بنت خال راينر تقرب له لأنه شوف مشهد جميل جدا هذا المشهد من أجمل المشاهد في المسلسل للآن لأنه يورينا جهة مختلفة جانب مختلف للقصة ككل كيف إنه الإلديانز اللي عايشين مع المارلي على الرغم إنه المارلي محتقرهم على الرغم إنه مارلي متعنصر عليهم لكن ما هم حقدين على المارلي قد حقدهم على الإلديانز الآخرين المتواجدين في جزيرة الفردوس نشوف في طاولة العشاء راينر وأمه وقابي وأمها وأبوها وآخرين وكيف بيتكلموا ويوصف الإلديانز اللي في الجزيرة على إنهم شياطين لكن يعرف من الحوار اللي موجود على العشاء والحوار اللي جاء بعدها مع راينر وقابي كيف إنه راينر من يوم ما رجع من هذه الجزيرة وهو مو على بعضه والكل بيتكلموا والكل ملاحظة بما فيهم أم راينر إنه راينر ما رجع على طبيعته اللي راح فيها فهذا الشي اللي خلاه على العشاء لأول مرة يحكيهم عن تجربته هناك لأول مرة يتكلم عن الناس اللي صادفهم هناك هم الكل بيوصف إنهم شياطين لكن هو لما نوصفهم وصفهم عنه الميوزك تحولت والزاوية جات كأنه بيوصف حاجة مرعبة لكن بيتكلم عن ناس عاديين جدا يوصف مين؟ بيوصف كل الشخصيات اللي عشنا معاه في مواسم الأولى ساشا، ليفاي، إيروين وغيرهم بيتكلم عن تفاصيل بسيطة، تفاصيل إنسانية جعل من الوحوش بشر لأول مرة أمام العائلة هذا الشي خلى الأم، خلى أم راينر تنصدم وسكتته على طول إنه أبداً الكلام هذا ممقبول هؤلاء شياطين وليش هي حاقدة عليهم؟ لأنهم تركوهم تركوا الإلديانز وسط المارلي وشردوا ففيه عقد دفين هنا فهذا يورينا مدى الصراع لعايش راينر بينه وبين نفسه بين القناعات وبين القناعات اللي متوارثة عبر الأجيال اللي كل أحد حوالينه هذا الشي مع الأحلام والكوابيس اللي بتجيه هو نايم يكاسبت شخمطه، ليفاي بي شخمطه وخوفه على قابي من الممكن يكون هو السبب في اللقطة اللي شفناها في التريلر اللي هو جالس كأنه مقبل على الانتحار نرى كمان لو نرجع لمشهد وراء شفنا راينر لما نتقابل مع الأطفال الصغار شاف في هيئة الأطفال هيئة أطفال آخرين هو عاش معاهم لما كان صغير في السن هذا المشهد فيه أربعة أطفال واضح منهما آني وكان فيه بورتلوت وكان فيه غاليارد وهو صغير وشخص رابع ممكن هو أخو غاليارد فيه حاجة مهمة جدا إن الأطفال وهم أمام راينر كانوا حابين يروحوا لمنطقة معينة أقل جابي كانوا تروح لمنطقة معينة راينر أفتكر وجوده في نفس المكان ويمكن كمان بيروح لهذه المنطقة ووقفهم في آخر لحظة من الواضح إنه هذا الشيء ذكروا بذكرة مؤلمة إيش هي ما هي واضحة للآن واضح كمان إنه راينر ما يثق في أحد أبدا وواضح كمان إنه راينر بيشك في الكل والجميع بيشوف مثلا فالكو كيف لما نعبر لراينر عن استياءه أو عبر عن خوفه على جابيه كيف ما يبغاها تحصل على العملاقة المدرعة عشان لا تموت في عمر مبكر نشوف كيف إنه راينر قلب بسرعة على الرغم إنه هو كمان خايف على جابي لكن قلب خلاه يعديل كلامه ويعديل كل كلمة من غير ما يلمح له أبدا إنه خايف على جابي غير بشكل بسيط جدا نفس الشيء الاجتماع اللي صار للقادة نهاية الحلقة شفنا كيف إنه غاليارد كان جالس وكان بيشكك في الخطة واللي حاجيها بعد شوية إلي ما راينر قطع كلامه خلاه يرجع مرة ثانية ويمدح المارلي وشفنا كمان كيف إنه راينر مشكك إنه كيف إحنا هنا موجودين من غير أحد من جنود المارلي موجود معنا بيشكك إنه الوضع غير سليم وهذا يجيبنا للخطة وهي أساس الحلقة نوعاً ما هي اللي بدينا فيها ونهينا فيها إيش هي الخطة وإيش الأساس منها ببساطة بنشوف الجنرالات في بداية الحلقة بيتكلموا نفس كلام اللي قلناه في الحلقة اللي فاتت كيف إنه الآن المارلي صاروا قدام العالم ضعيفين كيف إنه انفازوا في الحرب لكن الحرب هذه وضحت مدى ضعف المارلي الآن كيف إنه العمالقة مو زي أيام زمان يقدروا على الكل والجميع التكنولوجيا الآن والأسلحة تقدر تسحق العمالقة فنشوف إنهم مقلقين على هذا الموضوع لأن زيك يقترح إنهم يرجعوا مرة ثانية لجزيرة الفردوس يرجعوا مرة ثانية لجزيرة الفردوس ويحصلوا على العملاق المؤسس كرسالة لباقي الأمم إنه المارلي ما زالوا أقوية وبنشوف كمان في خلال الحلقة إن الخطة هذه مناسبة جداً للجميع لأن الإلديينز لو ما صار لهم فايدة والعمالقة ما صار لهم فايدة فبالتالي المارلي ممكن يستغنوا عن الإلديينز يطردوهم مين حيتقبلهم؟ ما في أي أمة أخرى أو أي دولة أخرى ممكن تتقبل الإلديينز ونعرف إن المارلي لهم سنوات بيرسلوا سفن استطلاعية لكنها ما بترجع هذا الشي خلال المارلي يشكك إنه الآن اللي موجودين في هذه الجزيرة عندهم أكثر من عملاق واحد وإحنا عارفين إنه عندنا العملاق اللي مع إيرين وكمان عندنا العملاق اللي مع آرمن بعد أن نفهم إنه خطة زيك أكبر بكثير من مجرد الهيمنة أو السيطرة على هذه الجزيرة يبغي يسيطر عليها في أقل من سنة لكن في نفس الوقت يبغي يعمل منها بروباقندا إعلامية يبغى هذه الرسالة والخطة توصل للكل والجميع عشان يرجعوا يحترموا المارلي مرة أخرى لكن كيف يقدروا يوصلوا هذه الرسالة؟ كعندان عن طريق تقديم عائلة لأول مرة نسمع عنها من الواضح إنه في عائلة اسمها عائلة تايبر عائلة تايبر عندهم عملاق واحد وهو العملاق المطرقة هذه العائلة عائلة غنية ما شاركت في أي حرب غير في حرب العمالقة الأولى وكانت من الأسباب الرئيسية لفوز المارلي على ملك فريدس من فوز المارلي ونهاية الإلديانز بالكامل ونفيهم لجزيرة الباراديس فاليوم كل الحروب هذه اللي سايرة بين الدول الكل عارف إنه هذه العائلة في الحياد هي وكفة زمان وطردت الإلديانز أو طردت الملك فريدس لكن الآن هي محايدة تماما عائلة غنية وهو محايدة وعندها عملاق لو جات واتكلمت الآن وكلمت الأمم وقالت لهم على الخطة المستقبلية أكيد حيسمعوا لهم واضحة الآن إنه الخطة إنه فيه واحد من التايبر أو عائلة التايبر رح تعمل مؤتمر تدعو فيه كل الأمم والدول الأخرى وتقول لهم على هذه الخطة الجدير بالذكر إنه سبق وشفنا الصورة اللي وشفناها شفنا نوعا ما شخصية من هذه الصورة في التريلر آخر نقطة هي مدينة ليبيريو نرجع الآن لهذه المدينة واللي فيها الحي المعزول اللي حطين فيه كل الإلديانز في هذه المنطقة معيشينهم كأنهم في سجن معيشينهم داخل هذه المنطقة وبيلبسوا هذه الشعارات واللي في عندنا منها عدة ألوان من الواضح إنه فيه لون أحمر وفيه لون أصفر وفيه لون الرمادي هذه الألوان اللي انتبهت لها للآن اللون الرمادي أقل درجة اللون الأصفر واضح هم الناس اللي عندهم المستقبل ممكن في يوم من الأيام يحصلوا على العملاق واللون الأحمر هم أي شخص عنده قوة العملاق بداخله وكمان يلبس هذا اللون كل العائلة الأخرى بعيدا عن القوانين وبعيدا عنه لازم يكونوا لابسينها في كل الأوقات نشوف منظر جميل هنا عودة الجيش مرة ثانية عودة الإلديانز من جيش المارلي لعوائلهم كيف بيستقبلوهم بيحضنوهم كيف في عاطفة كبيرة جدا كيف إنهم بشر كيف إنه عندهم أهداف لصالحهم هذا المشهد يذكرنا بشكل كبير لما القوة الاستطلاعية والفرقة الاستطلاعية كانت ترجع مرة ثانية لداخل السور والكل بيستقبلهم نفس الإلديانز منطقتين مختلفة وكل واحد عنده هدف مختلف جميلة جدا الإسقاطية هذه هنا نرجع مرة ثانية نتكلم على الربطات ننتبه إنه حتى المصابين والجرحة يا رجل لازم يكونوا لابسين الربطات في كل وقت مو بس كده شفنا فالكو كيف على طول راح أتكلم مع واحد المصابين والجرحة إنه إنت لابس الربطة في مكان مختلف أرجع ألبسها في المكان السليم واضح إنه هذا القانون صارم جدا شفنا حتى زيك اللي هو الأعلى فيهم كلهم لابس الربطة في كل الأوقات فواضح تماما إنه ما في أي استثناءات إذا هذا الموضوع واصل لأعلى الناس اللي موجودين مرتبة في الإلديانز ودائما لابسينا الربطة في المكان السليم فليش هذه الشخصية بالذات لبس الربطة في مكان مختلف هل هذا بيبين لنا مدى العمق النفسي والصدمة النفسية للجنود اللي راجعين للحرض مثلا وهذا يجيبنا الآخر بعض الملاحظات البسيطة جدا فيه كم مشهد طلعوا فيه بعض الشخصيات اللي مواضح تماما منهما أولا راينر هو موجود على العشاء وبيتكلم مع العيلة الشبابيك تقفل وتفق وبعدين نهاية الكلام نشوف إنه فيه شخص كان واقف على السطوح هل هو واقف في السطوح راينر أو لأ هل هو بيتنصص عليهم أصلا وبيتصنط على كلامهم أو لأ بس فجأة نقز نفسي صراحة اسم الشخصية لكن فيه شخص موجود من ضمن جماعة إيرن يشبهه يمكن كبر الآن بس نفس الصلعة موجودة هل هو بيتنصط الآن على راينر أو لا وبالمناسبة على موضوع التنصط برضو لما كان راينر موجود في المرفأ مع الأطفال الصغار كان فيه شخص واقف فوق شعره طويل وبرضو بيطالح عليهم وبيتنصط عليهم أو على قل بيراقبهم وزي ما شفنا الحلقة اللي فاتت أنه على الأقل واحد من جماعة إيرن موجودة الآن في منطقة المارلي فهل كلهم موجودين؟ هل بيراقب راينر؟ هذا الشيء اللي واضح الآن لكن تم استغلال بس بلقطات بسيطة في هذه الحلقة شرحت الكثير من الأمور خلتني أتعلق أكثر وأكثر بالشخصيات الجديدة خلتني أفهم كل الخيانات اللي عملها راينر كل الخيانات اللي عملوها كل اللي كانوا موجودين مع فرقة الاستطلاعية هذا أجمل شيء بدأنا نزيد في المعضلة الأخلاقية النتيجة أكيد أنه في أي صدامة الآن مع إيرن وراينر ما حنعرف نلقف مع مين أو على الأقل حيصير فيه خلاف مين الصح ومين الغلط وهذا أجمل شيء نسبة للرسومات يا جماعة أنا ما نشايف أي غلط الرسومات كانت جميلة كل حاجة كان سلس يمكن عشان ما فيه مشاهد حرب يمكن عشان ما فيه مشاهد قتال لكن كل الرسومات في هذه الحلقة كانت جميلة ما عندي أي تعليق عليها تقييم الحلقة الثالثة من الموسم الرابع هو 9 من 10 من آية الحلقة شاركني في التعليقات هل بدأت تتعاطف ولو شوية؟ ما راينر؟ ذكركم تي شيرت لوحد حابب هذا التي شيرت يدعم القناة يطلب التي شيرت وصوروه لي نفسكم أرسلوه على تويتر وإنستغرام ونشوفكم إن شاء الله حلقة الجائعة ترجمة نانسي قنقر